طيب دعونا نحكي عن المستقبل السلام عليكم و اهلا و سهلا فيكم في مقطع فيديو جديد لما ترى طور القرافق اللي صار بعلم الالعاب من بداية الالفية لحد الان و كيف كانت الالعاب عبارة عن بكسات فوق بعض و شفتنا كيف تطور صورة الالعاب اقرب للواقع و زيادة القرافق تسوي زيادة مساحة الالعاب عشان هيك لما تزيب مساحة الالعاب راح تتاج لما كان اكبر حتى تتخزن فيها الالعاب وبطل كارتريج يوسع الالعاب لتطور طلت لنا شركة سيجا بجهاز سيجا جينيسي سنت 1988 ليكون اول جهاز كونسول بداية مقراس السيدي و السيدي سامح للمطورين انهم يزيدوا من احجام الالعابهم و فعليا شفنا تطور الالعاب و شفنا الالعاب قوية و بقرافق احسن بكثير من ايام الكارتريج لحد ما وصل السيدي الى الحد الاقصى له وبطلين فقط اجت شركة سوني بجهاز البلاع ستيشن 2 سنت 2000 و دعمت لنا اقراس الديفيدي فرجع مطورين زيدوا احجام ملعابهم و صارت لنا الالعاب اقوى واقوى لحد ما بسرعة خلص وقت الديفيدي وبطل يكفي والبديل كان هو البلوراي اللي كان موجود بجهاز البلاستيشن 3 سنة 2006 يكون اول جهاز بيدعم اقراس البلوراي ولحد الان ونتجي الحل اجهزة اللعب بلاستيشن 4 والاكس بوكس 1 بيدعم اقراس البلوراي وبجينا الحالي شفنا الالعاب ما اكتفت بمساحة البلوراي شكل العلو موقف عند البلوراي لانه على الاغلب الجيل الجديد من الكونسول سيكون باعة البلوراي و اذا بنهاية الجيل الحالي فشو سيكون بنهاية الجيل الجاية هل ايش سيئ للكل اولا غلب الزيادة لما بدك تقوم تغير اللعبة و صدقني ما احب يقوم من مكانه حتى غير اللعبة ثاني اشي ممكن واحد من اقراس اللعبة يخرج او ضيع وقتها انت ترحت وبنسبة الشركات هل اشي بزيد تكلف عليهم عشان كثير شركات توجهت لانها تقدم العابها من نسخ ديجيتال بس لكن نسخ ديجيتال تنفع الالعاب البسيطة بسبب سرعة الانترنت العالية لما بتساعدناها ان نحمل العاب الكبيرة مثل The Dead Redemption Tool اللي سبق ذكرناها اللي حجمها بوصل اكتر من 150 جيجا ما اعرف كم بدها وقت تنزل عندك لكن بالنسبة الي بدي اكتر من يومين متواصلات حتى اقدر انزلها عندي اكتب لي بتعليقات تحت كم بدها وقت تنزل على جهازك وبسبب هيك شركات الكونسول اللي نجبرتنا هتدعم اقراس بلوراي بجيل الجديد لانه الواضح ما في بديل لحد الان وفعلينا اقراس بلوراي وصلوا لحدهم بالجيل الحالي لكن الحل اللي الرهير اللاعبين والشركات نفس الوقت اللي هو ال 5G اذا بتعرف ال 5G صار بوجود وحسب الي جربوه فالسرعة توصل اكتر من 800 ميجا بيت وانتبهون اني قلت بيت مش بايت لانه البت يساوي 8 بايت يعني ما قولك 800 ميجا بيت فهي تساوي 100 ميجا بيت يعني ما تحسبها سرعة ال 5G بتوصل 100 ميجا بيت بالثاني يعني ملفه بحجم 1 جيجا ره يحتاج منك 10 ثواني لينزل عندك على الجهاز متخيل بهاي سرعة ايش ممكن تغير بالكوكب بس لحظة انا مليش دخل بالكوكب صح خلينا موضوعنا اولا الاب رايك ايش ممكن يصير فيهم هاي السرعة تكون الحل اللي برضى الطرفين بالنسبة لللاعبين ره يوفر عليك الوقت انك تروح مع المحل حتى تشتري لعبة لما يجي نحسبها برضو ستكون ارخصا من نسخ ديجي بالغالب ستكون ارخص من نسخ الفيزيائيه لو رجعنا لمثالا اللي هو لعبة Red Dead Redemption 2 ولو قلنا انه حجمها الان 150 جيجا بس فلما نحسبها على 4G لو قلنا سرعة الانترنت عندك ستكون ثبتة على 40 ميجا بيت وهاليش مستحيل طبعا لكن اللي نوفر الجدل 400 ميجا بيت يعني 5 ميجا بيت يعني بالدقيقة راح ينز عندك 300 ميجا بيت يعني بالساعة 18 جيجا وعلى هذه الحسبة ردد راح تأخذ معك تقريبا ثمان ساعات ونص لكن لما تجي تحكي عن 4G فال4G بحتاج 10 ثوانية ستحمل 1 جيجا يعني 150 جيجا راح يحتاجه 1500 ثانية اللي هم عبارة عن 25 دقيقة متخيل الفرق بين سرعة 4G وال5G ثمان ساعات ونص و 25 دقيقة وبنسبة للشركات مجرد توفير التكلف راح توفرها من اسعار بلوراي والاغلفة وتكلف التخزين والنقل للنسخ اللي بيصنعوها راح تكون اكبر مربح بالنسبة الهم وصدقوني هاي التكاليف قد ما تكون قليلي بالنسبة اليك هي ارباح كبيرة بالنسبة للشركات وضع من واحدة بخلص محاسب برأي الجيل هاي راح تكون اخر جيل من اجهزة الكونسول بدعم الاقراس والجيل بعد راح تكون بعتمد على نسخ الديجي تلبس خاصة مع تطور سرعة الانترنت العالي لانه من الان ولبعد 7 سنين تحديدا مع نهاية الجيل القادم راح تكون السرعة اسرع واسرع ويمكن نوصل لانه ما نحتاج ان نحمل الالعاب يعني ممكن تصير الالعاب تأخذ كمن ثاني وتكون نازل عندها قد ما يكون حجم وبس هذا كان كل شي عند اليوم اكتب لي رأيك بالكومنت وخليني تناقش بالموضوع لا تنسى اللايك للمقطع والاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرسة يوصلك جديد فيديوهاتنا وسهلا